Classification of Myeloid Displastic Syndrome تصنيف متلازمة خالة للتنسج النقوي MDS التصنيف FAB 1. فقر الدم الحرون Refractory Anemia تتصف هذه الحالة بوجود خلايا الدم البدائية الأرومة النقوية بنسبة أقل من 5% في نخاع العظم بالإضافة إلى خالل مرضي في خلايا الدم الحمراء الأم 2. فقر الدم الحرون مع الأرومات الحديدية الحلقية R.A.R.S تتصف هذه الحالة أيضاً بوجود خلايا الدم البدائية الأرومة النقوية في نخاع العظم كما تظهر فيها بنسبة 15% أو أكثر خلايا الدم الحمراء الأم في نخاع العظم على شكل أرومات حديدية حلقية خلايا ممتلئة بعنصر الحديد على شكل حلقات بدلاً من شكلها الطبيعي القرصي 3. فقر الدم الحرون مع فيض الأرومات R.A.E.B. تتصف بوجود أرومات نقوية في نخاع العظم بنسبة 5 إلى 20% 4. فقر الدم الحرون مع فيض الأرومات المتحولة R.A.E.B.T تتصف بوجود أرومات نقوية في نخاع العظم بنسبة 21 إلى 30% مع العلم أنه إذا واصلت نسبة الأرومات أكثر من 30% تعرف الحالة بأنها بيضاد الدم النقوي الحاد 5. البيضاد الوحيدي النقوي المزمن C.M.M.L يتصف بوجود أرومات نقوية في نخاع العظم بنسبة أقل من 20% كما أن نوعاً من خلايا الدم البيضاء يعرف بـ Monocyte تتواجد بتركيز عال وهذا النوع يجب تمييزه عن بيضاد الدم النقوي المزمن تصنيف منظمة الصحة العالمية WHO تقسم منظمة الصحة العالمية متلازمات خلل التنسج النقوي إلى أنواع فرعية تعتمد على أنواع خلايا الدم المتضمنة الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفائح الدموية متلازمة خلل التنسج النقوي مع خلل التنسج الأحادي Uni-Laneage هي انخفاض عدد أحد أنواع الخلايا الدموية سواء خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية وتظهر غير طبيعية تحت المجهر متلازمة خلل التنسج النقوي مع خلل التنسج المتعدد Multi-Laneage يكون في هذه المتلازمة إثنان أو أكثر من أنواع الخلايا الدموية غير طبيعية متلازمة خلل التنسج النقوي مع الأرومة الحديدية الحلقية ينطوي هذا النوع الذي يشمل نوعين فرعيين على انخفاض عدد واحد أو أكثر من أنواع الخلايا الدموية وتعتبر الخاصية المميزة له هي أن خلايا الدم الحمراء الموجودة في نخاع العظام تحتوي على حلقة من الحديد الزائد تسمى الأرومة الحديدية الحلقية متلازمة خلل التنسج النقوي المصاحبة للاضطراب الصبغي المنعزل الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة لديهم أعداد قليلة من خلايا الدم الحمراء والخلايا التي لديها طفرة محددة في حمضها النووي متلازمة خلل التنسج النقوي مع أرومات زائدة ويتم العثور على الخلايا الدموية غير الناضجة الأرومات في الدم ونخاع العظم متلازمة خلل التنسج النقوي غير المصنفة يكون في هذه المتلازمة غير الشائعة انخفاض عدد واحد أو أكثر من أنواع خلايا الدم الناضجة وتظهر إما خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية غير طبيعية تحت المجهر تحرين شورة جديم جديم öl